الكابتن عفة نصار واحد من ناس طبعا طبعا زي ما وردكو قبل كده في فيديو ان هو مصلحة الزمالك عنده اهم مصلحته الشخصية هو بس عنده مشاكل مع ادارة نادي الزمالك عشان اتوعد قبل كده ان هو ياخد منصب واما راح ناكلة الدنيا ماشية بالكوسة وان ممكن واحد يبقى اعلى منه مع ان هو قدم منه وخبرات اكتر منه بس يبقى الشخص التاني ده اعلى منه لان هو ابن فلان او تابع فلان يعني خصص كده مش عايزين نخش فيها دلوقتي ربنا يجعلها اسوأ ان اخبرت لنادي الزمالك بس مهم كابتن عفة نصار طلع الحاجة بالنسبالي برى المنطق هلينا وليكو كابتن عفة كان بيولي وبعدين نرجع نكمل تاني برامدز ضمن المركز التاني هو معندوش الدوافع هيلعب المباراة دي فقال خلاص ضمن المركز التاني ايوه طبعا اول برد برامدز من ساعة مخصر مباراة السوبر ايوه سمي دلوقتي سنى سواني 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 يعني أزوه على الورق حتى لو إن شاء الله يا كابتن الزمال الكاتب الهل عنده ماتشين يعني ليه عنده برامدز وعنده المصري عنده الخرس يا كابتن ماتشين ممكن ما يكسبهمش لا يكسب الحرس أنا أقول لك هيفضل الحرس هيفضل الحرس يا كابتن عبد الله أنا أتكلم كوراق يعني الهل لو بس يوم الخميسة كابتن حسن مش عايز أي من ثلاث ماتشات موضوع صعب كابتن عفت أنا أقول لك الأهل عايز نين بونت أيوة عنده ماتشين يعني في الموضوع مش عايز إزبايش تعادل ماتشين وخسر نتعيق بس 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 أنا مطرفع كابتن بس يا جماعة إن على الورق كده أنا متشوف تبال على فكرة إنه على الورق وطبع إكلينيكيا خلاص أو عايز أقول وفق عايزة انتهى هنهدخل في الطب انتهى الموضوع انتهى يا جماعة انتهى إنما الملعب على أمل عارف أنت أحمد على الملعب على الأمل متابدر الأول يا محمد يعني متابدر الأول إنه مفتفخين على أدنطتنا دي خمس نور أنت بتتكلم عليه وبعد ذلك عندك زمالك وبريمت زوها ومصري أنا بس أبتكلم كورا جماعة هنفش مكايدة أنا بكلم كورا لقال لي يحتاج مساعدة كابتن إيدو يعني قال لي هو بطل أفريقي و بطل الدوري و بطل الكاز و بطل السوفر إحنا ليه ليه بنحسيبها كده ليه ما تفرقتش مثلا أخر مباراة في الدور الألماني خلوك أنا لما باجأسأل ما بقولش قناعاتي أنا بس ألا أسئلة و بحتاج إجابتكم إنما قال إنه لو تكلمت ممكن أخذوا ساعتين أتكلم لو واحدي بس أنا بس أل بس إيه الفروق البارح مثلا ما بين لعبت الاتحاد ولعبت الأهلي طيب الكابتن عفت هنا بيكلم إن الأقرب للدوري هو بيرامدز قالك الأهلي لسه عنده الزمالك عنده بيرامدز عنده المصري مطشات سعب ياخب منا نقطتين طبعا وبعدين كالعايد أكمل الصياح على مطش الإسماعيلي وإن اللعيب تفضح وتقال إن الكرة جات في إيده بعد كل الحوارات اللي عملوها دي وبعد ما الكابتن عمد عجوز مدير الكرة طلع فضحه وقال إن اللعيب كلمني وقال إن الكرة جات في إيده وبعدين طلع الكابتن عمد عجوز نفسه وقال لك لا لا أنا ما كانش قصدي الحاجات اللي حدو يعملوها دي. حبايبنا بتوع المنجا. كابتن عفة طلع بعيدا عن الصياح. قال ان حتى في الوضع الحالي هو الاقرب للدوري. كابتن عفة نصار يا حرام بيشجع نادي الزمالك اللي هو حاليا ما شاء الله احرز تقدم هايله بقى الثالث في الدوري بالمنافسة مع فيوتشر طبعا مطش الزمالك وفيوتشر بكل صراحة كان مطش حلو جدا برضو فرقيتين نفس المستوى او مستوى متقارب بيتنفسه على مركز التالت او التالت والرابع يعني ما بينهما الاتنين. فطبيعي انه يكون يعني مطش كويس ما بين الاتنين زي مسلا مطش المصر والاتحاد بيبوا برضو مطش كويس. يعني عموما مش دي ما شكلنا دلوقتي. كابتن عفة انا هتكلم مع حضرتك في نقطة واحدة. لو حضرتك شايف ان هو الاقرب للدوري. وحضرتك شايف ان الاهلي لسه ما حسمش الدوري كل ده حقك مفيش اي مشكلة. بس ياريت ياريت بعد من ان شاء الله ان شاء الله نحسم الدوري اصلا يوم الخميس ده لو يعني انا بكلمك دلوقتي ولسه مطش زي ما تلعبش النهاردة. ممكن اصلا يتعادل النهاردة ولا حاجة يبقى خلص سينات دوري بدري بدري. بس انا بكل صراحة اتمنى ان احسمه قدامكم. قدامكم دي انا اصدي عليها الزمالك مش عشان موضح ان حضرتك بتشجع لتنين. زي ما قولتلكو قبل كده هم كانوا فارعين لنادي واحد لحد ما تحصل خلافات السنة دي. بس المهم كابتن عفت انا اتمنى ان شاء الله اتمنى زي ما بقول لحضرتك ان انا احتفل بالدوري في مطش الزمالك. واريت حضرتك تبقى سعيد هتطلع تقول الف مبروك للاهلي. ولو حابب نتكلم في الحالات التحكمية ما فيش مشكلة. حضرتك عايز مسلا تتكلم في الحالات التحكمية بتاعت مطش الاسماعيلي رغم ان خبراء التحكم كلها لما قالوا لا لو كرة في ايده تبقى الكرة مش مش جون. ولو حضرتك شايف ان الكرة ما جاتش في ايده ممكن تبقى ترجع تتفرج على الفيديو اللي انا عملته او ممكن ابقى اشرح لحضرتك تاني سريعا كده ان الكرة جات في ايده ووريك ادلة زي اللعيب وزي مسلا باهر محمدي كابتن الفريق وهو بيقول حكم ايده ايده سابتة وبتاع. بس يعني المهم او لو انت شايف ان لو ايده سابتة تبقى جون ده قصة تانية ممكن بتيجن ديك كورسات في القوانين بتاعت التحكم او تبطل صياح في التحكم يعني خليك في اللي انت بتفهم في ايه. انا مش عارف بسرعة انت بتفهم في ايه. مش عارف يعني يمكن الكرة يمكن مش عارف. يعني برضو يمتي حاجة ترجع لك بس ما علينا. المهم يا كابتن عفل حضرت تكمل صياح عادي براحتك. بس كده 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 ان شاء الله في اخر السنة. مش في اخر السنة يعني كلها كم يوم ما كانش مماطش دايب اللي يعني لو لا قدروا راحة تحصل ايه حاجة في مطش الزمالك. عندنا مطشات تانية. كده كده هنكسب. لو حدك شايف ان احنا المفروض الطبيعي من وجهة نظرك ان احنا نخسر مطش الزمالك وبعدين نخسر بيرامدز وبعدين نخسر مصري وبعدين نخسر حراس الحدود. واحنا مخصدناش ولا او مطش من اول الدوري. فانا اسف انا هرجع في الكلمة اللي اقولتها من شوية ان تقريبا حاجة تفهم في الكورة. اعتقد اعتقد حدك ممكن ترجع للمطبق احسن.